السلام عليكم متابعي ومشاهدي قناة علم الكل في هذا الدرس أصدقائي سنتعرف على حل مشكل تشنج وانطفاء المفاجئ أو المتكرر لجهاز الاستقبال قبل ذلك أدعوكم أولا لمن لم يشترك بعد في قناتنا على اليوتيوب أدعوه بأن يشترك ولا ينسى الضغط على زر الجرس من أجل التوصل بكل جديد إذن أصدقائي سنبدأ مع المشكل الأول وهو تشنج الجهاز يعني من يمتلك جهاز الاستقبال كيفما كان يكون نوعه سواء كان بالحجم الصغير الحديث أو الحجم الكبير ويواجه مشكل تشنج الجهاز الخاص به فيتابع معنا هذا الشرح وكما قلنا أولا يجب عليك صديقي أن تحدد متى يتشنج الجهاز الخاص بك هل يتشنج في فصل الصيف يعني في وقت الحرارة فقط أو يتشنج في طيلة السنة يعني في وقت الحرارة والبرودة وإلى غير ذلك إذ كان الجهاز الخاص بك يتشنج في وقت البرودة وفي وقت الحرارة يعني طيلة السنة في هذه الحالة سيكون مشكل واحد وهو أن الصوفتوير أو البرنامج الجهاز مخرب أو به مشكل ما في هذه الحالة ستقوم بتفليش الجهاز وستعود الأمور كما كانت تشتغل سابقا بشكل جيد بالنسبة للأجهزة يعني الحديثة صديقي يتم تفليش الجهاز عن طريق مفتاح الـ USB أو يعني إذ كنت تمتلك يعني جهاز حديث تقوم بتفليشه بمفتاح الـ USB هذا إذ كان الجهاز يشتغل ويعني بعد فترة يقوم بالتشنج أو إذ كان الجهاز الخاص بك هو متشنج في يعني في الأصل لا يشتغل فقط يشعي الأضواء ثم يعني يبقى متشنج في هذه الحالة ستقوم بتفليشه بأحد هذه يعني إما عن طريق هذا المدخل أو عن طريق هذا المدخل يكون في أجهزة الاستقبال وتتقوم بتفليشه من خلال جهاز الكمبيوتر إذ كنت لا تعرف طريق التفليش جهاز الاستقبال عن طريق الكمبيوتر يعني فاذهب به إلى أحد مصلحي أجهزة الاستقبال وسيقوم بفعل ذلك بنفسه هذا من جهة ومن جهة أخرى صديقي إذ كان الجهاز الخاص بك يتشنج فقط في فصل الصيف يعني في وقت الحرارة فهذا المشكل صديقي هو راجع إلى الحرارة يعني الجهاز يتأثر بفعل الحرارة ثم يتشنج يعني لا يستطيع أن يقاوم الحرارة في هذه الحالة يجب عليك أن تبعد الجهاز يعني من أي مكان يتواجد به حرارة إذ كنت تضع الجهاز الخاص بك وراء جهاز تلفاز فأنصحك بعدم تركه في ذلك المكان لأن التلفاز بنفسه يقوم بإنتاج الحرارة وتلك الحرارة تؤثر في الجهاز وبذلك يتشنج يعني ابتعد عن أي مكان به حرارة وضعه في مكان بارد أو قم يعني بتسليط ميرواحة على الجهاز من أجل تبريده في هذه الحالة أظن بأنه لن يتشنج صديقي كان هذا يعني حل أو حلول بالنسبة لمشكل تشنج الجهاز يأتي المشكل الثاني وهو الانطفاء المفاجئ للجهاز في هذه الحالة قد يكون يعني هناك مشكلان الذين يسببان الانطفاء المفاجئ لجهاز الاستقبال بالنسبة للمشكل الأول صديقي وهو أصدقائي كما قلنا عامل الحرارة هذا العامل هو الذي يسبب الانطفاء المفاجئ لكن كيف في هذه الحالة؟ ما الفرق بين الانطفاء المفاجئ وتشنج الجهاز؟ كما قلنا أصدقائي في هذه الحالة يعني الحالة الثانية وهو الانطفاء المفاجئ للجهاز قد يكون جهاز الاستقبال الخاص بك يعني من النوعية الحديثة يمتلك معالج فهذا المعالج عندما يحس بحرارة مفرطة تأتي يعني داخل الجهاز ماذا يفعل؟ يقوم بإطفاء الجهاز بأكمله حتى لا يتم حرق المركبات الالكترونية المتواجدة داخل الجهاز وهذا راجع إلى ضعف يعني معالج الجهاز لأنه لا يستطيع أن يتحمل الحرارة بشكل قوي لذلك يقوم بإطفاء الجهاز لكي لا يتسبب في حرق الجهاز بأكمله هذا المشكل الأول يعني ضعف كما قلنا معالج الجهاز يعني في هذه الحالة يعني كما قلت في الأول يعني يجب يعني إبعاد الجهاز عن أي مكان به حرارة مفرطة وأيضا تسليط مروحة من أجل تبريد المعالج أصدقائي ليشغل الجهاز مدة طويلة والمشكلة الثانية قد يكون أصدقائي في وحدة تغذية الجهاز بالتيار الكهربائي ليس هذه الوحدة أصدقائي بل الوحدة الداخلية التي تكون داخل جهاز الاستقبال وهي المسؤولة عن تغذية جميع المركبات الإلكترونية بالتيار الكهربائي من أجل اشتغال الجهاز تلك الوحدة أصدقائي في بعض الأحيان يقع بها خلل وهذا الخلل يؤدي إلى تقطيع أو تقطع الكهرباء يعني قد تجد الجهاز الاستقبال خاص بك يشغل فجأة تجده بأنه انطفأ يعني كما قلنا بالفجأة لا تعرف السبب يعني يكون تيار الكهربائي يعني متصل داخل فجأة ينقطع تيار الكهربائي داخل الوحدة ثم يعيد المرور من جديد ويشغل الجهاز من جديد ثم يعاود هذه العملية يعني من فترة إلى فترة أخرى في هذه الحالة يجب عليك أن تقوم صديقي باستبدال يعني وحدة تيار الكهربائي المتواجدة بالداخل أو إصلاح العطب المتواجد بها فبهذه الطريقة تكون يعني قد يعني أصلحت هذا المشكل ونأتي أصدقائي إلى المشكل الثالث والأخير وهو الانطفاء المتكرر لجهاز الاستقبال إذا وجدت صديقي بأن الجهاز الخاص بك يعني ينطفئ ويشتغل ينطفئ ويشتغل ينطفئ ويشتغل بشكل متكرر فهذا راجع إلى مشكلان الذين يسببان هذا المشكل بالنسبة لمشكل الأول صديقي فهو قد يكون في الكيبل يعني الكيبل الذي يربط جهاز الاستقبال بالصحن الهوائي هنا قد يكون تماس كهربائي لذلك يسبب انطفاء يعني متكرر للجهاز في هذه الحالة يجب عليك أن تراقب جيدا هذا المكان صديقي لكي لا يكون هناك تماس بين إذ كانت الأمور تظهر جيدا بين هذه الشعيرات المتواجدة هنا وبين هذا السلك يعني لا يجب أن تكون هذه الشعيرات ملتحمة بهذا السلك فهذا سيؤدي بالانطفاء المتكرر لجهاز الاستقبال الخاص بك وقد يؤدي هذا الانطفاء المتكرر إلى تلف الجهاز بأكمله لذلك راقب جيدا حتى لا يكون هناك التحام كما قلنا يعني في كلا الطرفين يعني في الطرف الذي يكون مربوط مع جهاز الاستقبال وكذلك في الطرف الذي يكون مربوط بين يعني في الرأس في اللاقط الذي يكون في الصحن الهوائي بهذه الطريقة يعني ستكون تغلبت على أحد المشاكل ويأتي المشكل الثاني أصدقائي وهو قد يكون في كيبل يعني عفوا قد يكون في كيبل تغذية الجهاز بالطيار الكهربائي كيف ذلك يعني قد يكون تقطيع ما يعني أو يعني كسر في الكيبل بذلك سيؤدي يعني إلى كما قلنا تقطع الطيار الكهربائي وسيؤدي بذلك إلى يعني الانطفاء المتكرر والاشتغال المتكرر للجهاز أو قد يكون خلل داخلي مثله مثل الخلل الأول المتواجد داخل جهاز الاستقبال في هذه الحالة وجب عليك صديقي يعني تغيير هذا يعني الشاحن الذي يوصل جهاز الاستقبال بالطيار الكهربائي بشاحن آخر لكي يكون لديك تأكيد بأن المشكل ليس في هذا الكيبل أو هذا الشاحن إذا وجدت بأن يعني إذا قمت باستبدال الشاحن وجدت بأن الجهاز يشغل بشكل عادي ولا يقوم بانطفاءات متكررة فعلا بأن المشكل كان في الشاحن فإذا لن تجد يعني إذا قمت باستبدال يعني الشاحن وجدت نفس المشكل فكما قلنا هذا هو المشكل سيكون هنا فإذا يعني قمت بهذا العمليتان ولم يتم يعني إصلاح العطب في هذه الحالة وجب عليك يعني كخلاصة يعني كخلاصة لجميع هذه المشاكل يجب تفليش الجهاز فكما قلنا في عملية تفليش الجهاز قد تكون يعني هي الحل الأمثل لإصلاح جميع هذه المشاكل المذكورة في هذا الصرح أصدقائي فكما شاهدتم كان يعني هذا درس بسيط حول كما قلنا مشكلة تشنج الجهاز أو الانطفاء المفاجئ أو الانطفاء المتكرر لجهاز الاستقبال أتمنى أن تكون هذه الحلول هي حلول يعني نهائية بالنسبة للمشاكل التي تعانون بها فإذ كان هناك يعني أي مشكل آخر غير هذه المشاكل فلا تترددوا أصدقائي بترك تعليقاتكم وسأجيب على أسئلتكم إن شاء الله فكما شاهدتم وصلنا إلى نهاية هذا الدرس البسيط أصدقائي أتمنى أن تكونوا قد استفدتم معنا من هذا الشرح البسيط فإن كان كذلك لا تبخلوا علينا بعمل لايك لهذا الدرس أصدقائي وأيضا لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك بالقناة وزر الجرس من أجل التوصل بكل جديد ولا تنسوا أيضا أن تتابعونا في صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستغرام وزوروا موقعنا الإلكتروني www.علمalkul.com للمزيد من الدروس والأخبار دمتم في حفظ الله ورعايته إلى اللقاء وإلى درس قادم إن شاء الله